نتكلم على الضمائر المنعكسة درس سهل جدا 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 أساسه اللي انت تبقى حافظ الجدول ده طيب الضمائر المنعكسة دي باستخدمها ليه؟ باستخدمها علشان أأكد أن الفاعل عمل الفاعل ده بنفسه أنا أكلت بنفسي هو زاكر بنفسه هم لعبه بنفسه بأكد على أن الفاعل هو اللي عمل الفاعل الضمائر دي بتيجي يا ولات في آخر الجملة ممكن أقول قبليها باي ممكن ماستخدمش باي يعني ممكن كده وممكن كده الجدول ده هو أساس مذاكرتك للدرس ده آي أنا ضمير المنعكس المقابل ليه؟ بنفسي هي هو ضمير المنعكس المقابل ليه؟ بنفسه هي ضمير المنعكس المقابل ليه؟ بنفسها هو أو هي الغير العاقل طب ايه ضمير المنعكس المقابل ليه؟ بنفسه أو بنفسها طبعا بتكلم على حاجة غير عاقل اليو بالذات يا ولاد ليه حاجتين؟ والله لو اليو معناها أنت أو أنتي يبقى الضمير المنعكس المقابل ليه؟ بنفسك أو بنفسك طب لو يو معناها أنتم أو أنتنا بكلم ولاد أو بكلم بنات يبقى الضمير المنعكس المقابل ليه؟ يبقى فيه بالذات حدد اليو معناها أنت وأنتي ولا معناها أنتم وأنتنا ونحن ضمير المنعكس المقابل ليه؟ بأنفسنا وذي هم أو هنة الضمير المنعكس المقابل ليه؟ بأنفسهم أو بأنفسهن تاني يا ولاد بأكد عليكم الجدول ده مهم جدا 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 هو اللي هيساعدك في حل الأسئلة أول مثلا she taught herself هي علمت نفسها to speak German إن هي تتكلم ألماني we must cook يجب إن إحنا نطبخ the food الطعام ourselves بأنفسنا ليه هنا استخدمت ourselves عشان الفاعل عندنا we وليه هنا استخدمت herself عشان الفاعل أو subject عندنا she he will hurt himself يعني هو هيئذي نفسه she saw herself in the mirror يعني هي شافت نفسها في المرية لاحظ إن في الجملة الأمرية لو كان المخاطب مفرد بنستخدم yourself يعني مش شرط يجيب لك الفاعل في الجملة ممكن يجي لك جملة أمرية زي دي الفاعل في الحالة دي هو you بس خلي بالك you معناها أنت وأنتي ولا معناها أنتم أو أنتنا لأن على حسب المعنى فأنت أتحدد الضمير المنعكس أقول مثلا spend a few minutes preparing yourself أو yourself زي ما قلت لكم على حسب أنا بوجه الكلام لمين لو بوجهه الولد أو بنت يبقى هقول yourself لو بوجهه البنات أو الأولاد يبقى هقول yourself وبعد كده هكمل الجملة for exercise طيب لاحظ يا أولاد أن الأربع كلمات دول نفس المعنى by myself بنفسي هي هي on my own بنفسي هي هي alone بمفردي هي هي without any help بدون مساعدة الأربع دول يا أولاد زي بعض أقول مثلا I went shopping أنا ذهبت للتسوق on my own بنفسي أو alone بمفردي هي هي he lives on his own يعني هو بيعيش on his own بمفردي أو ممكن أقول alone بمفردي أو ممكن أقول by himself بنفسه هنا مثلا did علي paint that picture يعني هل علي رسم الصورة دي on his own بنفسه أو ممكن أقول without any help بدون أي مساعدة كلهم نفس المعنى دي هي هي دي هي هي دي طيب يقولي هنا يمكن أن تستخدم الضمائر المنعكسة بعض حروف الجر زي after وfor وon أقول مثلا the girls البنات looked after بتاعتني be themselves أنفسهم وهنا themselves جاية بعد ايه جاية بعد after أقول مثلا always bend on yourself ديما اعتمد على نفسك on yourself على نفسك ولكن لا تستخدم الضمائر المنعكسة مع حروف جر زي with خلي بالكم يبقى الضمائر المنعكسة ممكن تيجي مع after مع for مع on لكن ما تجيش مع حرف جر زي with اللي مثلا هنا بقول ايه bring your jacket احضر الجاكت بتاعك with you تفعش هنا بقى أقول yourself عشان with ما بتجيش مع الضمائر المنعكسة with you بس طيب احفظ التعبيرات دي enjoy yourself استمتع بوقتك take care of yourself اعتني بنفسك yourself هي جات مع of عادي جدا help yourself ساعد نفسك make yourself at home تصرف وكأنك في منزلك يعني تصرف عادي أكنك في بيتك البيت بيتك behave yourself تصرف بأدب بيتك